بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون الأفاضل سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات سعادتنا غامرة أن نلتقي بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج من برنامجكم بيان وتبيان ومع سؤال جديد سؤالنا في هذه الحلقة يقول قال تعالى في سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا السؤال لماذا قال أن يمسك عذاب من الرحمن فذكر كلمة الرحمن وكان الأنس فيما يبدو أن يقال عذاب من الجبار أو عذاب من المنتقم أو نحو ذلك لأن الآية هي آية عذاب فلماذا ذكر كلمة الرحمن أيها الإخوة الأفاضل حفيظكم الله يا من تتدبرون كلام الله عز وجل ويا من تغوصون في أعراقه الجو القرآني والجو السائد في سورة مريم هو جو الرحمة قال الله عز وجل قبل هذه الآية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية هذه السورة ذكرت فيها كلمة الرحمة ستة عشرة مرة ذكرت فيها كلمة الرحمن ستة عشرة مرة وهي السورة الوحيدة التي ذكر فيها هذا الوصف وصف الله عز وجل بالرحمن في هذه السورة في كلام الله عز وجل على وجه التحديد سورة مريم مبتدأها رحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا واختتامها رحمة قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدى هذه السورة تفيض بالرحمة قال الله عز وجل وهو يبين لنا هذه الرحمة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واكتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبوكياً فهذه الآية وهذه السورة بوجه عام إنما أحيطت بذكر الرحمن وبذكر الرحمة من هذه الأسباب أيضاً التي ذكرت فيها صيفة الرحمن قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية سأستغفر لك ربي ما قال سأستغفر للجبار سأستغفر للمنتقم وإنما قال سأستغفر لك ربي والاستغفار لا يكون إلا من الرب جل وعلا والاستغفار لا يطلب إلا من بيده الرحمة ومن بيده الغفران وهو الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك كله ناسبت كلمة الرحمن هذا السياق من جميع الوجوه فإذا كان الأمر يستدعي هذا فلا شك أن هذه الآية التي وإن كان فيها عذاب وإن كان فيها شيء من الانتقام ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم حتى بالكافر لطيف حتى بالمعاند لماذا؟ غاية منه وأملا منه أن يدخل إلى دين الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل يا أبتي على لسان إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فلو استبدلت كلمة الرحمن بأي كلمة أخرى لضطرب السياق واختلف عن بقية السياقات القرآنية الواردة فيها هذه السورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراحمين وأن يجعلنا من المرحومين الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نلتقي وإياكم في حلقة أخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة